ثانياً في اللقاء العاشري نتكلم عن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة الخشوع هو روح العبادة وهو أعظم سبب يوصل إلى الأنس والقرب بالله عز وجل فمن أراد أن يشعر بلذة الصلاة أو لذة العبادة لابد أن يؤديها وهو خاشع مخبت خاضع ذليل لله رب العالمين أولى هذه الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يستحضر المسلم عظمة الله عز وجل وأنه واقف بين يدي جبار السماوات والأرض الذي قال في القرآن عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عندما يستحضر المسلم عظمة الله سبحانه وتعالى يشعر وكأنه في لحظة لقاء فيه حساب يعرض أعماله من صلاة إلى صلاة ما بينهما على الله رب العالمين عند ذلك لا بد أن يصفي قلبه من شواغل الحياة الدنيا ويقبل على ربه سبحانه وتعالى بجمعه على الله سبحانه وتعالى أن يمده بنور وبمدد من السماء فيذوق حلاوة الطاعة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك ثانياً المعين على الخشوع في الصلاة أن ينظر المسلم إلى موضع السجود ولا يلتفت في صلاته يمنة ولا يسرة في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عياذاً بالله فينبغي على المسلم إذا أقبل على ربه أن يضع عينيه في موضع السجود مع استحضار عظمته في قلبه ذلك من المعينات الموصلات إلى الخشوع الأمر الثالث أن يتدبر القرآن الكريم والأذكار التي يقولها في صلاته يقول ربنا سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه القلوب من الذنوب أصبح عليها أقفال لا يصل إليها نور القرآن إذا تدبر المسلم القرآن الكريم بيدخل في حالة عجيبة الحمد لله رب العالمين على أي شيء تحمده على أنه خلقك على أنه جعلك من المسلمين على أنه أعانك على الوقوف بين يديه مصليا أشياء كثيرة جداً على الأولاد والأهل والمال وحب الناس وأشياء كثيرة جداً جداً الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين نحن لم نرى ثم بعد ذلك تهيأ العبد بعد ذلك إلى الخطاب المباشر لله رب العالمين إياك دخل على ربه سبحانه وتعالى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين أنت الذي أعنتني على أن أكون عبداً لجلالك ثم يعيش مع هيات القرآن إهدنا الصراط المستقيم دعاء اجعلني من هؤلاء الذين هديتهم إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه الذين أنعم الله عليهم هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ولا تجعلني من الذين غضبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب آمين واستجب هكذا مع الفاتحة ومع كل القرآن عندما يقرأ الأمر الرابع ذكر الموت في الصلاة ولعل بعض الأئمة دائماً يقولون عندما يقول ناس استووا واستقيموا يقول صلي صلاة مودع في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع وكأنها آخر صلاة لك كيف ستصليها؟ ستقبل عليها بقلبك وبجوارحك خاضعاً خاشعاً لله رب العالمين خامساً أن تهيئ نفسك قبل الصلاة فلا تصلي وأنت حاقل البول يعني ولا بحضرة الطعام حتى لا تنشغل صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ووجعان يعني ولا وهو يدافعه الأخبثان إذا يذهب إلى الحمام يذهب إلى الحمام وأن يزيل كل ما يشغل في صلاته من الزخارف والصور ونحوها عائشة رضي الله عنها قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلى ثوب ذا أعلى مخطط فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال تهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بإم بجانية فإنها ألهتني آنفاً في صلاته يعني كل ما كان فيه شواغل عن الصلاة لابد أن تزيله لا يصح أن تصلي ويكون التلفزيون في القبلة وتنظر إليه هذا لا يصح لا يصح إنما أن يكون نظرك موضع سجودك مع استحضار عظمة الله في قلبك وتدبر القرآن سادساً مجاهدة النفس في الخشوع لا بد أن تجاهد نفسك في الخشوع الخشوع ليس أمر سهل ليس أمراً بالهيئي اليسير لا بد من الصبر والمجاهدة ومع الاستمرار المجاهدة الله سبحانه وتعالى يرزقك إياه قال ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الله سيهدي الناس إلى هذا الطريق العظيم وهو طريق القبول بواسطة الخشوع سابعاً استحضار الثواب المترتب على الخشوع عثمان بن عفان رضي الله عنه ذنوري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوب فيحسن مضوءها اتوضى كويس وخشوعها وركوعها إلا كانت كثارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيره وذلك الدهر كله كل حياته وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس خشوعاً في الصلاة قال عبد الله بن الشخير رأيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز صوت كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه كان رجلاً بكاءً لا يسمع الناس من البكاء إذا صلى لا يسمع الناس الناس لا يسمعون لا يفهمون قراءته لا يستوعبون ماذا يقرأ كما قالت عائشة إن أبا بكر الرجل الأسيف الناس لا تفهم قراءته من شدة البكاء وعمر رضي الله عنه أرضاه كان إذا صلى بالناس يقرأ من صورة يوسف فيسمع نشيج بكاء من آخر الصفوف وهو يقرأ قول الله وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فيبكي ويبكي الناس خلفه هكذا المسلم دائماً عندما يقبل على ربه يستحضر هذه الأشياء ويعرف أنه موقوف مسؤول بين يدي الله يوم القيامة وها هي لحظة الوقوف الأولى فإذا نجح في لحظة الوقوف الأولى نجح إن شاء الله في لحظة الوقوف الثانية التي قال الله فيها وقفوهم إنهم مسؤولون نسأل الله أن يحسن صلاتنا وأن يخشع قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يهون علينا وعليكم هذه الحياة الدنيا والذهاب إليه عند الاحتضار وأن يجعل قبورنا نورا وأن يجعلنا من الثابتين في الآخرة اللهم أمين وأن يدخلنا جنات النعيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا